تبعنا في العام الماضية ولازلنا نتابع إغلاق الحكومة الأمريكية والتعطل المؤقت والجزئي للحكومة الأمريكية ما الذي يعنيه ذلك؟ في البداية طبعا هي ليست المرة الأولى الذي يحدث فيها هذا الأمر حدثت في عام 2013 كانت هناك اختلافات على ملف الرعاية الصحية في رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما بلاء الاختلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين طبعا على برنامج أوباما كير ولكن في الحالة الماضية كان أيضا حدث الإغلاق واستمر لفترة طويلة في هذه الحالة الديمقراطيين على ما يبدو أنهم يردون هذا الأمر أيضا للجمهوريين في رئاسة دونالد ترامب وبعد عام من توليه الرئاسة اختلاف حول فواتير حكومية في الكونغرس الأمريكي والاختلاف الرئيسي على المهاجرين وأبناء المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة ومنح هؤلاء الحقوق الكاملة كمواطنين أمريكيين هذه هي وجهة نظر الديمقراطيين ولكن الجمهوريين لا يريدون الموافقة على ذلك وبالتالي حدث هذا الاختلاف وتعطل الموافقة على موازنة الأمريكية وبالتالي كانت عملية الإغلاق إذن الإغلاق هو تعطل في مجموعة من المنشآت الفيدرالية تعطل في مجموعة من الخدمات حتى يتم إقرار الموازنة الجديدة هذا يعني تحديدا إقاف الإنفاق الحكومي من جهة عدم دفع الرواتب بالنسبة للموظفين وتقلص أيضا الإنفاق كذلك تقلص إرادات الأعمال وهذا بطبيعة الحال وإن كان لفترة قصيرة فإنه يؤثر على النشاط الاقتصادي ويؤثر على خلق فرص عمل وسنقارن في هذا العرض ونتحدث أيضا عما حدث في 2013 وكيف كانت الخسائر بالنسبة للتأثير فالمحتمل طبقا لـ S&P ما أن يكون كل أسبوع من الإغلاق يحمل الميزانية الأمريكية ويحمل الإدارة الأمريكية 6 مليارات ونصف مليار دولار كخسائر وبالتالي كل أسبوع يؤدي أيضا ليس هذا فقط يؤدي إلى تراجع في النتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحدود 20 نقطة المئوية هي ليست نسبة صغيرة بالنسبة لأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن تأثير أيضا كبير على الرغم من أن الإضراب في هذه الحالة لم يتجاوز أيضا الأسبوع إغلاق 2013 حينما حدث تراجع الناتج المحلي الإجمالي نصف بالمئة للولايات المتحدة وبلغت الخسائر 20 مليار دولار طبعا كانت جزء كبير طبعا خسائر استمر تقريبا هذا الإضراب تمتد لأسبوعين تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على النفاق العجز بطبيعة الحال يرتفع في هذه الحالة ستكون هناك تكليف وقف وبدء البرامج الحكومية حينما تتوقف هذه البرامج وتعادل التشغيل مرة أخرى تكون هناك تكليف إضافية يتم فقدان أيضا الإيرادات الضريبية دفع فوائد إضافية عن المدفوعات المتأخرة والمدفوعات الحكومية حينما تتأخر الحكومة في دفع هذه المدفوعات بسبب التعطل وبسبب الإغلاق فإنها تقوم حينما تقوم بالرد تقوم بالرد بالإضافة إلى فوائد طبعا فوائد عن هذه الأعطال أو الزمنية إغلاق 2013 كان هناك ملياري دولار رواتب من دون عمل تم دفعها للموظفين الذين لم يذهبوا إلى أعمال نتيجة إغلاق الحكومة ولكن حصلوا على رواتب بطبيعة الحال ما هو التأثير أيضا على قطاع الأعمال وهذا طبعا ليس فقط التأثير يكون على القطاع الحكومي ولكن أيضا يؤثر على قطاع الخاص وعلى قطاع الأعمال يعطل من تصريح العمل يعطل من التأشيرات الجديدة يعطل تصريح الاستراد والتصدير يعطل كروض الأعمال الصغيرة ويعطل صدور البيانات الاقتصادية حتى البيانات التي تصدر وينهتم بمتابعتها في الأسواق يمكن أن تتعطل ولا تصدر في مواعدها الرسمية في 2013 على سبيل المقارنة تراجعت وظائف القطاع الخاص 120 ألف وظيفة أي أن الاقتصاد الأمريكي في أسبوعين خسر 120 ألف وظيفة تقريبا مع هذه التراجعات أو مع هذه التأخرات والتعطل في الإغلاق على كل حال ليس من المتوقع أن يستمر هذا الإغلاق طويلا يعني في فترة ما سيتم التوصل إلى اتفاق ما بيننا الجمهوريين والديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ الأمريكي ويتم إقرار الموازنة بشكل نهائي والتوصل إلى أرض مشتركة وتسوية ما بين الديمقراطيين والجمهوريين ولكن الخسائر ستكون قد تحققت بالطبع اشتركوا في القناة